يا أيها النفس المطمئنة تجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل الحسن سبوح قدوس رب الملائكة والروح أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور فاللهم صل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله وإياكم من الضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ثم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات تكلمنا في الجمعة الماضية عن ذكر الله تبارك وتعالى وبينا بأنه من الوسائل العظمى لاكتساب محبة الله تبارك وتعالى بل هو السبيل الأعظم لأنه يجمع التدبر ويجمع كل ما يتعلق بما يوصل إلى قلب العبد محبة الله ومما يستأهل العبد به محبة الله تبارك وتعالى بينا فضل ذكر الله عز وجل وبينا بأنه أفضل من الدعاء وبينا أن العبد عليه أن لا يقتصر على القليل من ذكر الله بل لا بد أن يكون من المكثرين بذكر الله تبارك وتعالى حتى ينال تلكم الدرجات العلا واليوم بإذن الله عز وجل نريد أن نجيب عن سؤال ما هو الذكر الذي يمكن لي أن أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أو بعبارة أحصح ما هي الأذكار المشهورة أو الأذكار التي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها حتى أتقرب إلى الله عز وجل وحتى أنمي محبة الله عز وجل في قلبي وأستأهل محبثه كثير من المسلمين معشر المسلمين حين نذكر لهم ذكر الله عز وجل يتوجسون لأن الكثير منهم لا يحسنوا اللغة العربية ولا يأخذ بناصيتها فيقول والله إني أحب أن أذكر الله تبارك وتعالى ولكني لا أحسن ذكره أو لا أحسن أن أنمق وأن أختار من الألفاظ ما يمكنني أن أذكره بها فلذلك يتوجس كثير من المسلمين ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن معظم المسلمين ليسوا عربا معظم المسلمين لا يحسنون لغة القرآن ولكن حين نتكلم عن الذكر فقد يكون الذكر بالقلب والقلب أيها الإخوة الكرام ليست له لغة معينة لغة القلب لأن يتمكن منها كل عبد كيفما كان شأنه وكيفما كانت هويته وكيفما كانت درجته في العلم سواء تعلق بالأمر بالعلم الشرعي أو بعلم الآلة بصفة خاصة الله عز وجل لطيف ورؤوف بعباده ولذلك يسر الله عز وجل لكل عبد يريد أن يسلك طريق الله عز وجل يسر الله عز وجل وسيلة ذلك السلوك ويسر له وسيلة ذلك الذكر ولذلك حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال له أخبرني عما تقوله في صلاتك قال أسأل الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ أسمعك يا رسول الله وأسمع معاذا أسمعكما تذكران الله تبارك وتعالى بأدعية وبأذكار لا أحسنها إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فحينما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما يقوله في صلاة قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار يعني أسأل أن يدخلني الجنة وأن يعيذني من النار فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندند حولها ندند دعاؤنا وذكرنا وألفاظنا وكلماتنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل إنما تدور حول هذين المعنيين أن يدخلنا الله عز وجل الجنة وأن يقينا من النار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ذكر الله أمر يسير وفي متناول كل المسلمين مهما كانت درجة علمهم روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني هاتين الكلمتين هما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن يحبهم الله عز وجل أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كان آخر حديث ختم به الإمام البخاري جامعه الصحيح آخر حديث ذكروا في كتابه هو هذا الحديث والعلماء يقولون بأن فقه الإمام البخاري يكمن في ترجمته للأبواب للأبواب التي بواب بها كتابه هنا يظهر فقه ويظهر تمكنه من ناصية الشريعة الإسلامية أول حديث ذكره البخاري في صحيحه هو إنما الأعمال بالنيات وآخر حديث ختم به صحيحه هو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكأن البخارية أيها الإخوة الكرام هنا ننظر إلى نباهة هذا العالم الفذ وإلى فقهه بث الدين وكأنه يقول مدار الإسلام على هذين الحديثين هو أن تكون نيتك صالحة إنما الأعمال بالنيات هذا أول أمر إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إذن النية يجب أن تكون خالصة صادقة وأن تسبق العمل ثم ذكر الأعمال وختم كتابه بأيسار عمل يمكن أن يقوم به العبد وهو أن يردد هتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني إذا كانت نيتك حسنة ورددت فقط هاتين الكلمتين فقد أتيت بجوامع ما أراده الإسلام منك زيادة بالطبع على الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك وهذا يظهر لنا فقه الرجل في الدين وإثبات خفة هاتين الكلمتين على اللسان مفهومه أن التكاليف تكاليف الإسلام شاقة على الناس وهذا أمر معلوم كل تكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها هي شاقة لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات كل أعمال الطاعات شاقة على العبد وقد جاء عن بعض السلف التعليل لثقة للحسنة وخفة السيئة يعني لما الحسنة تكون ثقيلة والسيئة تكون خفيفة فقال لأن الحسنة حضرت حضرت مرارتها وغابت حلاوتها الحسنة لما تبغيكم بها الإنسان يجدها ثقيلة مرة أن تقوم لتصلي أن تتصدق بمالك أن تحج أن تقرأ القرآن هذا كل أمر في الحضر فيه مشقة لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلذلك ثقلت ثقلت على العباد فلا يحملنك ثقلها على تركها مش لأنها ثقلة يعني تتركها وتذهب إلى السيئة والسيئة ولأن السيئة حضرت حلاوتها جاء السيئة فيها حلاوت تحضرك لأن السيئة تحضر حلاوتها وتغيب وغابت مرارتها لا ترى مرارة السيئة ولذلك خفت فلا تحملنك خفتها على ارتكابها ولكن هذا الحديث الذي ذكره البخاري في آخر جميعه الصحيح بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين الكلمتين فيهما حلاوة وفيهما ثقل هما خفيفة من كل بين الأعمال هذه من الأعمال خفيفة جداً ليس فيهما يعني ما شقة وليس فيهما مرارة هما خفيفتان على اللسان وفي نفس الوقت ثقيلتان في الميزان إذن ما على العبد إلا أن يرددهما طوال يومه وهذا من الذكر اليسير لكل مسلمين ومسلمة صغيراً كان أم كبيراً سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا يحفظها العربي يحفظها الأعجمي يحفظها الكبير والصغير فما أيسر ما تذكر الله عز وجل به وما أيسر ما يجعلك في صف الذاكرين الله كثيراً والذاكرات الذكر الثاني ولذلك أنا أردت أن أقتصر على بعض الأذكار التي نحفظها أصلاً أو التي يسهل حفظها والتي قد نغفل عنها وبها يمكن للعبد أن يكتب في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات الذكر الثاني الذي يحسن للمسلم أن يواظب على قراءته كل يوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الجملة يحفظها أظن الجميع واللي ما أحفظها أشخصه يعني ينتبه لما حفظ هذه الجملة لا يستطيع أن نرددها فهي غير ثقيلة لا إله إلا الله كل شيء تعافق الله وحده لا شريك له هذا هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمة سهلة جامعة مانعة بها يستطيع العبد أن يكون من كبار الذاكريين وقد وردت في هذه الكلمة أحاديث عدة نذكر منها ما رواه الإمام مالك في موطئه عن طلحة بن عبيد لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أفضل كلمة قلتها وقالها الأنبياء من قبله هي هذه الجملة وروا الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها عشر مرات حين يصبح في الصباح يعني بعد صارة الفجر من قال هذه الجملة هذه الكلمات عشر مرات أمر سهل عشر هذه المرات ما تأخذ منك دقيقة عشر مرات دقيقة صحيح ترددها عشر مرات من قال هذه الكلمات من قالها عشر مرات حين يصبح كتب الله له بها مئة حسنة كتب الله له بها مئة حسنة ومحي له بها مئة سيئة مئة حسنة تكتب له ومئة سيئة تزاح عنه تصوروا ومحي له بها مئة سيئة وكانت له عدل رقبة إن كأنه أعتقى رقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة من فك رقبة من أطلق صراحة عبد فهذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى كانت له عدل رقبة إنه كأنه قد أعتقى رقبة نحن نبقى لعبيد فوقنا وهذه من الحسنات والأعمال الخير التي أمرنا الله عز وجل بها فهذه وسيلة تحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه من أعتقى رقبة أن تردد هذه الجملة عشر مرات في الصباح وحفظ بها يومئذ حتى يمسي أو حفظ بها يومئذ حتى يمسي سوال اليوم يظل محفوظا بحفظ الله عز وجل حتى يمسي لأنه أردد هذه الكلمات عشر مرات ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك من قالها في المساء كان له نفس الشيء مئة حسنة وحطت عنه أو محيت عنه مئة سيئة وكتب له أجر عتق رقبه وحفظه الله تبارك وتعالى فيما تبقى منذ تلك الليلة وروا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر في يوم مئة مرة لم يقتصر على عشر مرات ولكن قالها مئة مرة ولو أن يقولها بشكل مفرق يعني يقول عشر مثلا في الصباح يقول عشر في الظهر أو قبل الظهر هكذا يمكن أنه يصل إلى مئة مرة من قال هذه الكلمات مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه أعتقى عشرة رقاب أو عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يحفظه الله عز وجل من الشيطان كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وسمعوا إلى الأهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني ما كانشي واحد لدرشي عمل حسن منه إلا قال هذه الكلمات مئة مرة فهو أفضل الناس أحسن يعني أفضل الناس عملا في ذلك اليوم إلا إنسان الذي فعل مثله أو قال مثله وزاد على ذلك يعني لم يكن هناك أحد في الدنيا أفضل منه في ذلك اليوم إلا رجل قال نفس الكلمات وزاد عليهم فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى يسر ذكر الله وإلى يسر التقرب إلى الله وإلى يسر التحبب إلى خالقنا وبارئنا وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الذكر طوال يومه بهذا الشكل يعني هذه الكلمة التي قلنا أو يزيد عليها وخاصة بعد الصلوات كلما قفل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم منها قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات ومنها قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنفسر هذه الكلمة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها بعد كل صالة احنا أيها الإخوة الكرام إذا حافظنا فقط على أذكار ما بعد الصالة كثير من الناس غير تيصلي ويقوم ويذهب ويروحوا إلى حاله لو ظل في مكانه بضعة دقائق يذكر الله عز وجل بمثل هذه الأذكار التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم لكتب مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولكتب من أولئك الذين أحبوا الله فأحبه أمر يسير على الجميع ولا ينفع ذا الجد منك الجد أيها الإخوة الكرام هو الحظ من الغنى غنى المادي والحظ من الغنى والعظمة والسلطان يقول الإمام النووي رحمه الله أي لا ينفع ذا الحظ الذي إلى أولهته الحظوظ أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه حظه هذا لا ينفع يعني عند الله عز وجل أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه وينفعه العمل الصالح يعني العمل الصالح هو الذي ينجي وليس المال والغنى وكل هذه الأمور وذلك يقول الإمام النووي ولذلك نرى الله عز وجل يقول المال والبنون هذا والجد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا هذه الباقيات الصالحات أيها الإخوة الكرام الباقيات الصالحات إن المال البانون الشكل لا ينفع الذي ينفعك هي الباقيات الصالحات ما هي الباقيات الصالحات جمهرة من العلماء اعتمادا على كثير من الأخبار الواردة عن الصحابة الكرامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بأن الباقيات منهم من قال بأن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس ومنهم من قال بأنها كلمات خمس يذكرها العبد منهم من قال كلمات أربع يذكرها العبد ومن من قال كل ذلك يعني هي الصلوات الخمس وهي هذه الكلمات ما هي هذه الكلمات؟ هي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه خمسة الكلمات ساهلين على الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وخاصة الكلمات الأربع الأولى التي جاءت فيها أحاديث كثيرة منها نذكر منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن صمرة بن جنذب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى الكلام الذي يحبه الله أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت يعني لا يهم أن تبدأ بهذه أو تختم بهذه أو بهذه يعني ذكرهم كيفما بغيت لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وروا مسلم عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني نقول هذه الربعة الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس على ما تطلع الشمس الشمس تطلع على الدنيا وما فيها من خيرات وما فيها من مال وما فيها من زينة معنى ذلك أن يأتي الكلمات الأربع أن أقولها أحب إلي من كل ما يوجد على هذه الأرض من غنى كل غنى الأرض هذه الكلمات أحب إلي منها يقول إمام بن العربي المعافري المالكي رحمه الله في تفسير هذا الحديث وقيل يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحب إلي من أن يكون للدنيا فأتصدق بها يعني لو أن الله عز وجل خيرني قال لي أنا أعطيك خزائن الدنيا كلها عندك خذها وتصدق بها في سبيلي هذا عمل خير أن تصدق بك ليس فقط بمالك بمالك ومال الدنيا جميع من يعيش فوق هذه الأرض إن مالكت ذلك المال أن تصدق بكل مال الدنيا لو خيرني الله عز وجل أن أتصدق بمال كل الدنيا وأن أقول هذه الكلمات الأربع ما الذي أختاره أختار الكلمات الأربع لماذا؟ لأن أجرهن أكبر من أجر نفاقات المال وإن كان ذلك المال يصل إلى كل ما يملكه العالمون همنا هذا الكلام؟ إذن أحب إلى الرسول عم يقول هذا الكلام حتى يحثنا على ترداد هذه الكلمات وعلى المحافظة عليها طوال اليوم روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وهنا غير ترتيبها ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن هنا ذكر الخمس كلمات الخمس إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت كزباد البحر ما كان الشراجل في الدنيا اللي يقول هذه الخمسة الكلمات لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أكبر ما كان الشراجل في الدنيا ردد هذه الخمسة الكلمات يعني إلا ويمحو الله عز وجل عنه كل ذنوبه ولو كانت كزباد البحر يعني شوفوا السهولة أيها الأخوة الكرام انظروا إلى يسر الإسلام ويسر الوسائل التي تقرب إلى الله عز وجل والتي تستجلب محبة الله تبارك وتعالى فما علينا إلا أن نشمر على ساعد الجد وأن نذكر الله تبارك وتعالى طوال يومنا وفي كل أحوالنا بمثل هذه الكلمات الرقيقة العذبة الجامعة المانعة الشافية التي أرشدنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم نفعل الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله معشر المسلمين والمسلمات اختموا هذه الأحاديث بحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام مني أو أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله يا خليل الله يا إبراهيم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة هذا الشكل التي خبرنا سيدنا إبراهيم لأنه رأى الجنة فأخبر سيدنا محمد أو أمار سيدنا محمد أن يخبرنا بهذه الكلمات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وها نحن نقول ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخبر به من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي نصلي عليه في كل صلواتنا ها وتيجا وبنا وكذلك ويتكلوا معنا وينصحنا ويرشدنا فقال أقرع أمتك مني السلام نسلم عليه كما نسلم عليه روته ويسلم علينا وقل لهم أو أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء الماء ديالها عذبة عذبة الماء وأنها قيعان والقيعان أيها الإخوة الكرام هي جمع قاع والقاع هي الأرض المنبسطة التي لا يوجد فيها بناء ولا يوجد فيها نبات أرض يعني فارغة مستوية ولكنها فارغة من كل غرس وفارغة من كل بناء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها بش تغرس ذلك القيعان ذلك الأرض اللي خالية شنو الغرس انتعى غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماذا نفهم من هذا الحادث يعني كأن سيدنا إبراهيم يقول لنا بأن الله عز وجل قد أعدلنا نحن معشر المسلمين لكل واحد مننا قاعا يعني أرضا خالية من كل نبات رأت تنتظرنا إذا أردنا أن نغرس فيها الأشجار من أشجار الجنة ومن نبات الجنة شنو هذا الغرس؟ نحن لنغرسه نحن هم الفلاحة نحن الذين نغرس كيف نغرس؟ نردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلما رددت كلمة من هذه الكلمات كلما غرس لك بها شجرة قل سبحان الله شجرة تطلع في أرضك الحمد لله تطلع شجرة أخرى الله أكبر سبحان الله فانظروا أيها الإخوة الكرام ما علينا إلا العمل من أراد أن يعد مقعده من الجنة فله ذلك ويسر الله عز وجل له ذلك بأبساط الوسائل فهو ذكر الله عز وجل بمثل هذه الكلمات السهلة والخفيفة على اللساء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه تجدوه غفورا الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك الله مغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين الله موفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم أهدنا يا أرحم الراحمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوق والعسيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين لا تدعي اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين